أصدقائي أبنائي طلبة الصف الثالث السنوي أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الكيمياء الكهربية ناخد بنا من العنوان الجميل الكيمياء الكهربية سبق أن احنا انتهينا من الكيمياء التحليلية آه يعني ده فرع جديد اسمه كيمياء الكهربية الحقيقة لاحظ الاسم طاقة كيميائية طاقة كهربية وهو ده السر في الباب كيف يمكن تحويل كل طاقة منهم إلى الأخرى طيب هل هو مهم في حياتنا؟ هنشوف مع بعض وإحنا قلنا أن مدى أهمية العلم اللي احنا بندرسه من درجة أو مدى نجحنا في تطبيقه في حياتنا طب لو طبقناه واستخدمناه يبدأ قمة العلم قمة النجاح كل الأبحاث عشان تحقق الحكاية دي تحول الكتب والمفاهيم والقوانين والأبحاث والاختراعات والابتكارات إلى واقع نستخدمه طب يلا بنا هل ممكن أن احنا نحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية؟ طب لو إحنا ما عندناش منهج هل من معلوماتنا السابقة في أول سنوية وفي إعدادي محالة للتعليم الأساسي إدينا ناخد حاجة زي كده؟ طب يلا نفتك مش خدنا حاجة اسمها عملية الأكسدة ها إيه هي؟ ها أنا أوسمعكم أيوة فقد إلكترونات ممتاز طب وعملية الاختزال اكتساب إلكترونات خدنا الفلزات خدنا اللافلزات خدنا المعادن الفلز بيفقد طيب هو بيفقد إيه؟ في عملية الأكسدة إلكترونات طب سبق أن أنت درست أن الطيار اللي ماشي في السلك اللي ولا ليه لون ولا طعم ولا ريحة وعفيت يعني ماشي ها إيه هو؟ هو الطيار الكرابي هو السلم من الإلكترونات التي تمر عبر مقطع الموصل خلال ثانية واحد طب ده نقدر نولده إحنا؟ هنشوف بقى في الباب ده إزاي نحول الطاقة ها خد بالك وركز الكيميائية يعني تفاعلات كيميائية من خلال إيه؟ ها أكسدة واختزال فقد إلكترونات واكتساب إلكترونات إلى طاقة إيه؟ أيوة كهوبي طب واحد يقول لي لو أنحققنا دي يبقى دي حاجة اسمها عندنا خلايا جالفانية طب لو عملنا العكس من طاقة كهوبي إلى طاقة كيميائية يبقى اسمها خلايا تحليلية إلكتوليتية الله يعني إحنا عندنا كم نوع من الخلايا؟ اتنين واحدة جالفانية هنعفلس منها كده واحدة تحليلية إلكتوليتية هنعفلس منها كده طيب يلا نبدأ القصة من الأول أول القصة هي الخلايا أو الخلية الجالفانية على فكرة هي سميت كده بنسبة لجالفاني جالفاني ده كان بيشرح ضفضعة وأثناء التشريح اهتزت أطرافها فقال إن الضفضعة بتولد كهب وجيب أحد كده فولتا ووبوبوب ها قدرنا نعرف في النهاية من معلوماتكم السابقة ها إن في حاجة اسمها خلية جالفانية وسميت باسم جالفاني طب إيه فكرتها؟ آه شايفين قدامنا؟ طيب هل اللي قدامنا ده خلية جالفانية؟ نعم معلش إحنا جبنا إيه مثال لخلية جالفانية طيب شايفين اللي قدامنا ده إيه؟ ده عبارة عن كاسين جوان مواد كيميائية وأسلاك وتوصلات طيب وسميت خلية جالفانية طيب إحنا عايزين نعرف بقى الموضوع من الأول فعايزين نفهم إيه معنى تاني؟ خلية الخلية هي المصدر الكهرابي المصدر الكهرابي طب إيه هو المصدر الكهرابي؟ اللي إحنا بنقطق بنخطأ أو يبقى في الخطأ في اللفظ قل ولا تقل يحقول لها هي بطارية هي مش بطارية هي خلية هي عمود كهرابي اللي إنت بتشتريه ده من الشارع ده اسمه عمود كهرابي خلية ها؟ طب لو وصلنا عدة أعمدة مع بعض وانت درست على التوالي أو التوازي يبقى أنت حصلت على ما يسمى بطارية يبقى بص في لفظين في لفظ خلية عمود اللي إحنا هندرسه دلوقتي دي حاجة واحدة أهي لها قطبين قطب موجب وقطب سالب دي عمود أو خلية سل زاسل طيب إنما لو وصلنا عدة أعمدة على التوالي أو التوازي يبقى اسمها بطارية مكونة من عدة أعمدة مهم أول كلام ده لازم نقوله طب إحنا هنبدأ بنوع اسمه إيه؟ الخلايا الجلفانية طب لازم نتفق يبقى الخلايا الجلفانية هتعمل إيه؟ هتحول الطاقة الكيميائية من خلال تفاعل كيميائي إلى طاقة كهربية بص من كيميائي لكهربا طب هيحصل إيه؟ أكسادة واختزال ليه؟ فقد واجتساب إلكترونات ليه؟ لأن الكهربا هي الإلكترونات طيب تعالوا نشوف القصة من الأول من خلال بقى فيلم جميل بيوضح لنا الكلام ده يلا بينا نشوفه يلا بينا أصدقائي تعالوا نشوف التجربة الجميلة لقدامنا دي التجربة دي بتأكد لنا على إيه؟ وإيه لأمامنا؟ أمامنا لوح من الخرصين ده فلز من الفلزات الناشطة وعندي محلول لونه أزرق اسمه كبريتات النحاس لونه أزرقه واضح جدا طيب تعالوا نشوف مع بعض كده ماذا يحدث عند غمس عند وضع صفيحة أو لوح من الخرصين وعلى فكرة الخرصين هو إيه؟ أيوة الزنج في محلول كبريتات النحاس تعالوا نشوف مع بعض بص كده أول ما حط لوح الخرصين جوه كبريتات النحاس حيحصل تفاعل ما بينه حناخد لوح الخرصين ونضعه في محلول كبريتات النحاس مع استمرار الوقت يبدأ يترصب هنا في لز النحاس يبدأ يترصب على لوح الخرصين وهنا هللاحظ أن يبدأ الخرصين في الزوابان في المحلول طب إيه اللي بيأكد الكلام ده أن بعد فترة بيحصل تغيير في لون المحلول مع الوقت ويختفي اللون الأزرق تدريجيا خد بالك إحنا حطين كاس في كبتات النحاس بلونها الأزرق على اليمين واللوح اللي إحنا حطينا فيه الخرصين أو المحلول فيه الخرصين أهي اللي إحنا شغالين فيه عشان نقارن بينهم بعد فترة خد بالك وخد بالك اللوح بص أهو باعليه مادة المادة دي مصفرة كده أهي أهي بص مصفرة أو محمرة ده إيه ده هنشوف دلوقتي أهو خد بالك لاحظ المحلول اللي فيه اللوح بيبدأ لونه يفتح شوي أيوة بعد إيه خمسين أهو دقيقة أو بعد فترة أهو بص ها سبعين أهو الوقت بيعدي بيلاحظ أن بيحصل تغيير للون اللي إيه المحلول وخد بالك بقى هنا أهو أنا عايز بقى تاخد بالك من المنظر الجميل ده الكأس اللي على اليمين كبذل نحاس كما هي قبل التجربة أهو المحلول أقدامنا اللوح اللي على الشمال بقى أخد بالك التغيرات أولا اللون تغير تقريبا بقى عديم اللون فيه على لوح الخرصين تراكم لون مصفر أو محمر هو النحاس يبقى ده دليل على إيه بقى؟ على إن حصل تفاعل كيميائي طب التفاعل ده هنطلق عليه إيه؟ اسم تفاعل أكسادة واختزال تم قدام بس هنا أن نلاحظ حاجة إن التفاعل الكيميائي ده لما بيتم بترتفع درجة الحرارة طب لما ترتفع درجة الحرارة هنا بيبقى نتيجة التفاعل نفسه اللي حادث وحدوث عمليات اللي هي فقد الإلكترونات اللي هي الأكسادة واكتساب الاكترونات بس هنا المشكلة إن الإلكترونات النتجة من هذا التفاعل الجميل اللي قدامنا بتتم عملية فقد واكتساب الاكترونات في نفس المكان فبالتالي أنا ما بدايش أستفيد من من إيه؟ ما بدايش أستفيد من طيار هذا الإلكترونات اللي تناتج لأن تفاعل الأكسادة بيتم في نفس المكان اللي بيتم فيه تفاعل الاختزال يبقى هنا لابد من نحن نفصل هذا التفاعل اللي هو الأجسادة على الاختزال فجاءت من هنا فكرة الخلية الجالفانية وجاءت أحد الخلايا الجالفانية اللي هناخدها وهندرسها بيطلق عليها اسم الخلية أو خلية دانيال الجالفانية ويلا مع بعض نشوف هذه الخلية ومما تتكون أصدقائي الخلايا الجالفانية هي أنظمة تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية عن طريق تفاعل أجسادة واختزال يحدث خد بالك بشكل تلقائي ومستمر يعني خد بالك من الكلام اللي أنا حاطت تحته خطوط دي مهم جدا خد بالك كده أنظمة خلايا أعمدة أهي مالها تحول الطاقة إيه خد بالك التحويل من كيمياء الكهربة عن طريق تفاعل أجسادة واختزال دي تاني نقطة مهمة أهم حاجة اللي جاية بشكل تلقائي ومستمر بمعنى بمجرد وضع لوح الخفصين زي ما شفنا في التجربة تمت عملية الأجسادة والاختزال طيب إحنا قلنا إيه بقى أبيننا مشكلة إن تفاعل الأجسادة والاختزال في الخلية في التجربة الأولانية تم في نفس المكان طيب آه بص بقى معاي هنا أنا عايز كل تفاعل يبقى في حدة يبقى في مكان لوحه فبدأ دانيال أحد العلماء المشهرين جدا عندنا في الكيمياء الكهربية وضع خليته فأصبحت خلية دانيال اللي قدامنا دي هي مثال لخلية جالفانية ليه بقى جالفانية؟ لأن التحويل هو هو من كيمياء لكهربة بطريقة تلقائي طيب يلا شوف الفكرة بقى إحنا فصلنا الأول إيه؟ ها؟ كل تفاعل في قسم خدنا الخرصين في محلوله الإلكتروليتي ناخد بنا من الكلام اللي أنا بقوله يعني الخرصين أهو اللي هو الزنك فيه كابتات الخرصين والزنك وده الجزء اللي حيتم فيه عملية الأكسادة طيب وناخد النصف الثاني كل لوح في محلوله الإلكتروليتي النحاس في محلوله الإلكتروليتي كابتات النحاس فصلنا الاتنين عن بعض كويس جدا وبدأ بمجرد إن إحنا وضعنا الاتنين حتم عملية أكسادة واختزال في كل قسم من الاتنين طيب بوضع الاتنين دول أهو قادي الخرصين حيفقد الإلكتروليتي تروحنا حد تاني اه يبقى فصلنا هو فكان لابد من إن وجود بقى اتصال بما بين الاتنين ففكرنا في الأنبوبة اللي قدامك دي دي اسمها قنطة ملحية دي اللي هي بتعمل على الاتصال بين النصفين بطريقة غير مباشرة الكلام دي حالوله كله بالتفصيل بعد كده لكن إحنا بس بندك فكرة الأول إيه اللي تم كويس جدا طيب بمجرد غلق الدائرة حيبدأ ما يسمى الفولت ميتر بيحدث فرق جهد وبتولد طيار كهربي هنا بالمؤشر بتحرك بيقدر نتأكد إن حصل تولد طيار الكهربي بمعنى إن من تفاعل كيميائي ولدنا كهربة بصوة تلقائية دليلا على إنه أمكن من خلال الخلايا الجالفانية خلية دانيال أن نحصل على أول نظام من تحويل طاقة كيميائية إلى طاقة كهربية بصوة تلقائية يا الله جميل جدا طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض الكلام دا يتم إزاي ونشوف كده مع بعض آدي قدامنا التفاعلات اللي بتتم في كل نصف آدي الخرصين زي ما انت شايف واكز معايا اللي هو النصف اللي بتتم عنده عملية الأكسادة أهو حصلوا إيه في المعادلة ها؟ فقد إلكترونات فتحول إلى آيونات خرصين وإداني اثنين إلكترون دا بنسميه الأنود دا القطب الايه؟ قطب السالب قدامك هو مكتوب قطب السالب أنود آه يبدأ جهد الأكسادة هنا هو قدامك ستة وسبعين من مية فولت طيب لاحظ حاجة إن النحة التانية اسمه ايه؟ كاسود قطب الموجب اللي هو فيه النحاس وفيه كابتات النحاس فإذن الخرصين هنا آهو بيحصل الأكسادة يفقد إلكترونيات وتكتسبها النحاس وتبدأ الدايرة ويبدأ لايه؟ الطيار يتحرك ودي جود الاختزال عندي هنا آهو بتاع النحاس موجود إذن لاحظ التفاعل اللي قدامنا كيف يتم طيب هنا لو حاولنا بقض الإمكان إن إحنا نوضح أكتر ماذا حدث يلا نشوف كده مع بعض آهو ماذا حدث على مهلين آيوة مهم جدا الكلام ده إن بعد ما آيوة آهو خد بالك إه اللي بيحصل إن هنا عندي الأنود اللي هو يبع الإيه لوح الخرصين بيحصل بيفقد إلكتروناته آهو فبيتحول إلى زد إن موجب 2 آهو بيفقد إلكتروناته بتحول إلى آيونات موجبة والإلكترونات بتنتقل عبر السلك آهو إحنا طالعين فوق آهو آهو طيار الإلكترونات آهو طالع آهو آهو ماشين من خلال فولت ميتر اللي موجود عندي في الدايرة ويوصل للنصف الآخر حتم عملية الإختزال يا الله هذه الإلكترونات هي نجت وصلت حتكتسبها آيونات مين النحاس أيوه النحاس آهو آيونات تكتسبها تحت شايفين المعدلة جميلة جدا 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 أهي الحقناء شايفين يبقى عايزين نتفق على حاجة دايما في الخلايا الجلفانية الأنود تحدث عنده عنده عملية الأكسادة وهو القط السالب وهو الأنشط كيميائيا وهو الذي يفقد الإلكترونات إذن هو عامل مختزل طيب طب الكاسود هو القط بالموجب يبتحدث عنده عملية الاختزال أي اكتساب الإلكترونات وهو قط بالموجب إذن هو عامل مؤكسد إن العامل عكس العملية اللي بتتم وتتم هذه العملية زي ما قلنا بصوة تلقائية تمام مباشرة أصدقائي زي ما احنا شايفين قدامنا رسم بسيط خالص لخلية دانيال اللي هي مثال الخلايا الجلفانية اللي احنا شفناها بتوضح هنا الدايرة اللي قدامنا دي نصفي الخلية ثم ما يسمى بالقنطرة الملحية وموجود دايرة كاملة لهذه الخلية طيب بعد إذنكم نمشي نصف نصف كده من الخلايا قدامنا أنا عندي لوح عليدك اليمين هنا في بسمة اللي هو لوح الخلصين اللي هو الأنود قد بالسالب يبقى دائما في الخلية الجلفانية الأنود قد بالسالب بتحدث عنده عملية الأكسدة أو تعالوا نتفق مع بعض دائما الأنود تحدث عنده عملية الأكسدة والكاسود تحدث عنده عملية الاختزال طيب إيه اللي بقى لنخصص بقى الخلية الجلفانية أن الأنود قطب سالب تحدث عنده عملية الأكسادة طيب والكاسود قطب موجب تحدث عنده عملية الاختزال ده فين في الجلفانية اللي بيتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهابي عشان ما نلخبطش نفسنا تمام أصدقائي تعالوا بقى نبدأ مع بعض نشوف إيه التفاعلات اللي بتتم داخل خليد دانيال ماذا يحدث عند الأنود وماذا يحدث عند الكاسود يلا بينا يلا بعض زرات قطب الخرصين يحدث لها عملية التأكساد وتتحول هي إلى آيونات خرصين مجابة بيحصل لها إيه؟ بتدوب في المحلول كويس جدا قادي المعادلة قادي الزنك الخرصين هيفقد إلكتروناته ويتحول لخرصين إيه؟ آيونات خرصين مجابة طبعا انت شاطئ وعايف إن سالب 2 إلكترون ممكن نوديها ناحية تانية بموجب 2 إلكترون إذن دي تمثل عملية الأكسادة اللي بتتم عند الأنود لأن إحنا قلنا أنود أكسادة قطب إيه؟ قطب سالب في الخلية الجالفانية حصل له أكسادة إذن هو عامل مختزل كويس جدا طيب وبذلك يزداد تركيز آيونات الخرصين في المحلول في نصف خلية الأكسادة بتاعت الخرصين طيب يلا نوح لقسم الثاني النصف الآخر بتكتسب كاتيونات النحاس ها؟ اللي في المحلول في النصف الآخر هذه الإلكترونات التي في محلول كابتات النحاس أهي الإلكترونات وتتحول إلى ذرات نحاس تترصب على لوح النحاس يبقى إذن هنا في النصف الآخر حصل إيه؟ أيوة عند الكاسود حصل اختزال وترصيب قطب موجب أكسادة عامل مختزل طيب في النحية التانية آه قلنا قلنا إيه؟ خرصين أو زينك قطب سالب أكسادة وزوبان يبقى الأنود دا ما بيحصل عنده أكسادة وزوبان وفي الكاسود بيحصل ها؟ اختزال وترصيب أي ترصيب آيونات أو زرارة النحاس تترصب على لوح النحاس هذه النحاس يكتسب 2 إلكترون يحصل عملية اختزال ويترصب يبقى اختزال وترصيب أكسادة وزوبان عشان كده مع الوقت لوح الخرصين بيبدأ يتآكل خدنا بلنا بقى من فكة برافا عليكم يلا وبذلك بيزداد تركيز آيونات الكابيتات في نصف خلية النحاس تنتقل اللكترونات من قطب الخرصين خلال بقى سلك التوصيل يبقى احنا نجحناه في نقل الإلكترونات إلى لوح أو قطب النحاس في صورة طيار كهربي من اللي وضحه يا عندي في فولت ميتر يا مصباح صغير بيوضح لي إن نجحنا في إتمام تحويل الطاقة ها الكيميائية إلى طاقة كرابية بطريقة تلقائية من خلال ما يسمى الخلية الجلفانية خلية دانيال نتيجة للصمار تفاعلات الأجسادة والاختزال بيزداد تركيز بقى عدد الآيونات بتاعت الخرصين في نصف خلية الخرصين وبالتالي بتزداد عدد آيونات الكابيتات في نصف خلية النحاس مما يضعف تدريجيا من الطيار الناتج فيأتي دور بقى هنا القنطرة الملحية إنها بتمنع أو تكوين فرق جهد بين محلولي نصف خلية وبتعمل على الوصول إلى حالة التعادل الكهرابي لمحلولي نصف خلية طيب هنا مهم جدا بقى إن إحنا نعرف إن الطيار يستمر في إنه يصير إزاي آه من خلال وجود فرق جهد بين اللحين إن الخرصين نشط وإنه حاس أقل نشاطا فإذا هناك فرق جهد واحد يولي الطيار واحد ويستمر السيران سريان الطيار الكهرابي في هذه الخلية طيب واحد شاطر بقى يقول لي غياب القنطرة هل بيأثر طبعا يؤدي إلى توقف تفعالات الأجسادة والاختزال وبالتالي تتوقف الخلية عن مور الطيار الكهرابي في السلك الخارجي لأن طبعا هو الأساس إنه يبقى فيه قنطة ملحية تمام لأن لابد أن يتم تفاعل الأجسادة والاختزال وغلق الدقيقة بطريقة غير مباشرة زي ما اتفعنا طيب أصدقائي تعالوا نشوف هنا كابتات أهو السوديوم أنه تم هنا إيه اللي جوه إيه بقى هنا ده بيبيلك إزاي حصل تعادل الشحنات داخل القنطة الملحية هذه المحلول اللي اكتوليتي لجواها كابتات سوديوم أو بوتاسيو تبدأ تتأين وبيحصل هنا آيونات الكابتات بتنفذ خلال المسام القنطة لأننا قلنا أنها من زجاج مسامي إلى محلول نصف خلية الخرصين وتتعادل مع الخرصين آيونات الخرصين المجابة الزائدة ويتكون محلول كابتات الخرصين في أحد النصفين أهو ثم نفس الكلام بيتم تاني فآيونات الكابتات تنفذ خلال برضو أيه مسام القنطة إلى محلول نصف خلية الخرصين النحاء الثانية وتتعادل مع آيونات الخرصين المجابة الزائدة ويتكون محلول كابتات الخرصين أي بيحصل تعادل بين الآيونات في نصفاء الخلية وده بيؤنتج عن ذلك زيادة تركيز الآيونات السوديوم المجابة في القنطار مما يؤدي إلى نفاذ آيونات الكابيتات السالبة من نصف خلية النحاس إلى القنطار وتتعادل مع السوديوم وهو ده أساس القنطار الملحية أنه بيحصل التعادل بين آيوناتها وده هنا بيتم بصورة مستمرة طيب تعالوا أصدقائي بقى ننتقل إلى وصف للخلية فوصف الخلية ده بيتم من خلال إيه؟ ما يسمى بيه الرمز الإصطلاحي للخلية اتفق أو اتفق العلماء مع بعضهم البعض في أن هناك رمز للخلية بيوضح الأنود الكاسود كل قب بمحلول إلكتروليتي القنطار الملحية ماذا يحدث لكل نصف الخلية الأنود ماذا يحدث عنده الكاسود ماذا يحدث عنده فيما يسمى بإسم الرمز الإصطلاحي تعالوا نشوف مع بعض تمثيل الخلية بما يسمى الرمز الإصطلاحي وده مهم جدا لأنه بيوضح تركيب الأقطاب وعمليات الأكسادة والاختزال الحادثة في الخلية طيب نشوف مع بعض كده هنا أي الفلزين برضو بتوضح الرمز الإصطلاحي أنود والآخر كاسود واتجاه السهم اللي بيوضح اتجاه مرود طيار من نصف الأكسادة إلى الإختزال تعالوا نشوف كده رمز الإصطلاحي لخلية دانيال أجالفانية قدامنا رمز الإصطلاحي عاليدك الشمال موجود الأنود أكسادة يمين كاسود اختزال يبقى احنا اتفقنا دائما القنطرة الملحية بتبقى في النص ورمز الإصطلاحي بيمثل نصفة الخلية فعندك هنا عاليدك الشمال هذه اللوح الخرسين موضوع في محلول الإلكتوريتي كابتات الخرسين فنقوله زرّة أيوم موجب تمام واخدين بنا ثم أيوم موجب زرّة يعني طلبة بتحب تبقى مذكراها بالأسلوب الجميل ده زرّة أيوم موجب أيوم موجب زرّة ببدأ باللوح وانهي باللوح ببدأ بزرّة خرسين انتهي بزرّة النحاس لوح الخرسين لوح النحاس طيب نمشي بقى ونعفر رموز اللي موجودة جواها قد الخرسين الخط المائل ده أي موضوع في محلوله الإلكتوريتي السه يدل على اتجاه موض الطيار الخط المتوزين يدل على أنها قنطرة القنطرة الملحية خليد دانيال أي خلاجة الفانية ثم إذا كاليمين يبقى أنا وحت النصف الاختزال اللي هو النحاس موضوع في محلوله الإلكتوريتي بيمثل الكاسود اللي بيتم عنده اختزال يبقى تاني كده شمالي قطب سالب يميني قطب موجب شمالي أنود يميني كاسود شمالي أكسدة يميني اختزال شمالي عامل مختزل يميني عامل مؤكسد شمالي أكسدة وزوابان يميني اختزال وترصيب أنا قلتها بكل ما سبق فهمه في الرمز الإصطلاحي لخلية دانيال طيب أدي هنا الرموزة هي الخلطين المتوزيني ومثلين القنطار الملحية ومما سبق بنستنتج أن الخلايا الجلفانية هنا هي عكس الخلايا التحليلية حيث أن الأنود هو قطب السالب في الخلايا الجلفانية والعكس في الخلايا التحليلية اللي بتحدث عنده عملية الأكسدة مما يؤدي إلى تراكم الإلكترونات عليه وتكون هي مصدر الطيار والكاسود هو القطب الموجب حيث تحدث للكاتيونات عنده عملية الاختزال ساحبة للإلكترونات منه تمام طب الملاحظات دي بقى بتبقى مهمة إذا ما تم توصيل الخلية الجلفانية بمصدر خريجي للطيار الكهابي جهده بيساوي جهد الخلية ها؟ فإن التفاعلات الكيميائية التلقائية بتتوقف في الخلية وبذلك يقف انتجها لكهابا أصدقائي الحقيقة الموضوع شيق لكن احنا بقدر الإمكان بنمشي فيه يعني عمليا مع نظريا ليه؟ عشان المعلومات الجديدة علينا وبنبدأ بقدر الإمكان ان احنا نركز فيه المعلومة فالنهاردة الحمد لله قدرنا نفهم أول نوع من الخلايا الجلفانية في كيمياء الكهابي وهي مسؤولة أو هي أنظمة بيتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهابية من خلال تفاعل أكسادة واختزال بيتم بصوة تلقائية ويتم من خلال تفاعلات الأكسادة والاختزال فقد واكتساب الإلكترونات وكان المثال بتاعنا هي الخلية دانيال وإن شاء الله في الحلقات القادمة هنبدأ نكمل مع بعض كيف يمكن قياس جهود الأقطاب إن شاء الله وقسط البنامج بتتمنى لكم دائما النجاح والتفوق بإذن الله اشتركوا في القناة